اشتركوا في القناة سنة تقريبا وراء مع لعبة دوم اللي ساعدت في انشاء هذا التصنيف والحين رجعت لنا بالجزء السابع اللي يعتبر مكمل للريبوت اللي انزلت عام 2016 على اجهزة البلاي ستيشن 4 والبي سي والأكس بوكس 1 وبهذا الفيديو رح اقول لكم عن وجهة نظري بلعبة دوم اتيرنل تعتبر اخر اصدار من سلسلة دوم بالبداية ابلش معاكم بمعلومات عامة عن اللعبة لعبة دوم اتيرنل من تطوير ستوديو ات سوفتوير اللي قدم لنا العاب منظور شخص اول حريقة وجدا كبيرة مثل لعبة ولفنشتاين 3D لعبة كويك وريج وطبعا هذه الالعاب كلها من نشر شركة بثيسدة تم الاعلان عنها اول مرة عام 2018 بمؤتمر كويكون واصدرت على اجهزة البلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1 والبي سي ورح تنزل على اجهزة النينتندو سويتش بالمستقبل بالبداية رح اتكلم عن القصة لكن قبل ما اتكلم عن القصة خلونا نرجع 27 سنة وراء مع بداية السلسلة عام 93 ليه عام 2015 لعبة دوم امرها ما ركزت على القصة وهذا ما كان شيء اساسي بهذه السلسلة كان اهم شيء باللعبة هي طريقة اللعب انك انت تمشي وتذبح الديمنز او تذبح لوحوش لعب سريع وتذبح ديمنز ووحشية وخلاص بس هذا كان اهم شيء باللعبة القصة كانت جدا بسيطة ولا لها اي قيمة قبل دوم قاي او دوم سلاير شخصية مو معروفة حتى ما لأسم يتاوش مع مسؤولة وكعقابلة يدزون المريخ وصير فيه خلل ويدخلون الديمنز للعالم هذا وهو يضطر انه يقاتلهم او يذبحهم بالجزء الثاني اللي صدر عام اربعة وتسعين اللي هو دوم تو قام يبينتقم للارنب الاليف مالا اللي اسمه دايزي اللي هما ذبحو الديمنز يعني شوفو حتى لو تلاحظون القصة ما فيها اي عمق او ما فيها شيء جدا كبير لكن الحين بخطوة جريئة من ات سوفتوير ركزوا على القصة بشكل جدا كبير وركزوا على العالم والذكريات والاحداث اللي خلت دوم قاي يصير بهذا الشكل اللي هو عليه صموا لقصة وبرروا للاشياء اللي سويها احداثها بعد احداث دوم اللي نزلت عام 2016 بسنتين الديمنز يغزون كوكب الارض ويرجع دوم قاي او السلير علشان يوقف هذا الدمار اللي سببوه للارض ولازم يتخلص من الهل بريست او اللي اهمه القسيسة ملوت الهل وزعيمتهم علشان يوقف غزو هذا الديمنز المطورين كانوا وايد مخلصين للاجزاء القديمة وتحديدا الجزء الثاني لان الجزء الثاني كانت قصته بكوكب الارض سواء في الوحوش او الاسلحة وحتى الاحداث لان بالجزء الثاني وهالجزء الديمنز وصلوا الارض نفس ما قلت لكم في البداية القصة ما تقبلتها بصراحة ولا حبيت اتعمق في ماضي دوم قاي او دوم سلير لاني مو متعود على دوم قاي انسان عادي تعوت عليه انه ينزل ويروح اي مكان ويذبح وسامتراك هذا اللي انا تعوت عليه يميزه سكوته وانت ما تعرف عنه شيء شخصيتها جدا مجهولة لكن بعد ما تعمقت باللعبة شفت شلون المطورين عرفه ويصلدون القصة ويربطونها بالاحداث الثانية ويربطون ماضي دوم قاي مع الالعاب القديمة بطريقة عميقة جدا جدا عميقة الشغلة الثانية اللي بتكلم عنها اللي هو الجيم بلاي ويعتبر من ابرز او اهم الشغلات لنا احنا كفيديو جيمرز او كلاعبين من الحين اقول لكم اذا ما تحبون لعاب السريعة نصيحة واخرووا عن لعبة دوم لان فيها سرعة جدا مطبيعية واللي تعتمد على ردة فعلكم يمكن هاللعبة مو لكم او مو للكل نظام اللعب وهو المنظور الشخص الاول لكلاسيكي البحت انت تاخذ الهلث من الديمنز اللي تذبحهم والطلقات والارمرز والامول الثانية اللي هي البيركات او الاشياء اللي تحطها على اسلحة وطبعا تتميز بالسرعة الكبيرة جدا والاندفاع فيها تنوع كبير بالاسلحة وطريقة تطويرهم وكل سلاح لمودين يعني انت مثلا خديت الشوتقن تقدر تركب عليه طلقات اسرع تقدر تركب عليه اللي هو القرنيد لونتشر تصميم الاسلحة افضل من الجزء السابق مع اضافة تحسينات على صوت الاطلاق والتنوع في التطوير اسمعوا كلام الناس وشالوا البستل اللي موجود قبل وغيروا شكل البلازما قن للشكل الكلاسيكي نفس دوم اللي نزل عام 1994 والشي المختلف او الشي اللي يديد في قتال الديمنز بهالجز انه في استراتيجية جدا كبيرة ما كانت موجودة بالاجزاء اللي طافت لازم تعرف اي سلاح ينفع حق الديمن وتعرف وين نقطة ضعفه علشان تقدر تستهدف نقطة الضعف هذه لاما الديمنز الكبار لهم نقطة ضعف اذا كسرتها او عرفت طريقة تتسهل عليك عملية انك انت تذبحها يعني كل ديمان او كل ديمان كبير نقدر نقول انه لويك بوينت او نقطة ضعف انت وانت تدمج في تيرينج اپارت يعني مثلا ياك وحش كبير عنده رشاش بظهره من فوق لازم تطق هذا الرشاش علشان تقدر تكسره وتكسر الدرع ماله وتدمج عليه بشكل اكبر واضافه خاصية الديمن اللي هي رح تلقى درعه يتكسر نشو ما قلت لكم يتعور جسديا وتتكسر اشياء وتنجرح بجسمه عندك سلاحك الاساسي زائد المنشار اللي موجود باغلب اجزاء دوم اللي تقدر تستخدمه على الديمنز الصغار علشان تقدر تقطعهم وكل شغلة لها ميزة باللعبة يعني مثلا اذا انت الديمنز ذبحتهم بالمنشار رح يطيح لك اللي هو طلقات او امو اذا ذبحتك مليئتاك او اللي هو طقه البوكسات العادية رح يطيح لك اللي هو الهلث او الطاقة كل شي تقدر تفرم منه او تقدر تلفل منه بطريقة معينة وفي عندك قاذفة اللهب او اللي هو الفليم ثرور الفليم ثرور رح يعطيك ارمار يعني انت لما تحرق الديمنز وتقعد تطيقهم بالسلاح رح يطيحون لك ارمار بشكل جدا كبير سلاحك لعدة تطويرات الارمار بنفسه لعدة تطويرات الرونز فيها تطويرات لشخصيتك من خلال نظام المكافآت متعب بشكل جدا كبير فيه اماكن سرية وفيه اشياء تجمعها وكوينز يساعدونك انك انت تبطل اشياء مثل الاسكنات في الهب الخاص فيك وفورترس اوف دوم طبعا فورترس اوف دوم هذا شي يديد بالسلسلة نفس مكان الدشلة تقدر تلفل فيه تقدر تباري ديمونز تقدر تسوي وايد شغلات ايضا اللعبة فيها تركيز كبير على البلاتفورمينج وهذا شي ما كان ذو اهمية من قبل مرات تحتاج انك تروح مكان لي مكان عن طريق الدبل جمب وتقدر تسوي داش وتتسلق الطعفة وتفكر شلون توصل بهالمكان المعين بهذه الطريقة صعوبة اللعبة اختلفت عن قبل وصارت اصعب وفيها تحدي حتى لو حاط على اسهل شي انا لاحظتها شخصيا حاط على النورمل فيها صعوبة جدا كبيرة هالشي ما هو سيء لاني اشوف انه هالنوع من الالعاب يحتاج شوية صعوبة كنوع من انواع التحدي اما بالنسبة حق الرسومات اللعبة تم تطويرها على محرك اد تك سيفن وهو محرك يديد واول لعبة يطورونها عليه هي لعبة دوم اتيرنل نلاحظ فيه تحسن جدا كبير في الرسومات والتفاصيل وخصوصا الديمنز لما يتمج او يكون قريب منك البيئات على حجمها الا ان تفاصيلها ودقتها ممتازة مقارنة بالجزء السابق اللي نزل عام 2016 الاضاءات والالوان في المراحل المختلفة وبعيدة بيّن قوة الانجين بشكل مطبيعي وفي شغلة لاحظتها وتحسب لهم للامانة وهي تصميم الخلفيات والمناطق المتنوعة يعني انت لما تلعب راح تشوف مثلا تايتن ولا آلي شكله جدا كبير لو تقربون يما تشوفون تفاصيله شي روعة شي وايد قوي من الآخر تصميم الخلفيات نفس ما قلت لكم والمناطق المتنوعة اجزاء دوم كلها التنوع فيها كان جدا بسيط ومحدود لكن هالجز لان في عدة مراحل مختلفة الخلفيات فيها فن مميز بصراحة الظل والدخان خصوصا في المناطق الشبه مظلمة روعة يدخلك مود مو طبيعي وحتى النار اللي يطلع من السلاح اللي هو الفليم ثرور او حتى ردة فعل الشوزن او الرشاش لها تفاصيله الشي اللي ميز دوم الصراحة اوهو الموسيقى حق الناس اللي تحب السلسلة او اللي لعب دوم من قبل راح توافقني الرأي امية بالامية الموسيقى جدا مهمة بدوم هي اللي ودك تخليك تمشي وتذبح الديمنز طول ما هي شغالة طبعا رجع لنا ميك جوردون ابتلحين هذا الجزء ايضا وكان بالمستوى المطلوب وافضل بعد التركيز على الموسيقى شيء جدا اساسي واختيار موسيقى الهفي متل اللي اوهو يعني انك انت تمشي يكون فيه هدوء شوية وانما يطلعون لك الديمنز تبلش القيتارات او الهفي متل يعطيك مثل ما احنا نسميه باور او دافع مو طبيعي بحيث انك انت تبي تمشي وتذبح طول الوقت ميك جوردون جمع مغنيين فرق هفي متل باللعبة صار فيه فوكلز باللعبة معروفين جدا علشان يقدمون شي فوق الممتاز وطبعا النتيجة كانت وايد قوية بالنهاية اذا انت محب حق العاب الشوتر او العاب التصويب خصوصا السريعة اللي نتكلم عن 60 فريم وحركة 24 ساعة ما توقف وما تهمك القصة بشكل كبير انصحك تشتري لعبة دوم اتيرنل بسعرها الكامل الشغلة الاخيرة اللي بذكرها هي السلبيات اللي موجودة بلعبة دوم اتيرنل طبعا من ابرز الشغلات اللي اشوفها سلبية باللعبة كثرة الابغريدات للأسلحة مرات تضيع وتنسى ان عندك هذي الابغريدات يعني كل سلاح لأكثر من ابغريد ولما تسوي الابغريد الابغريد او الاضافة هذي لها ابغريد ثاني فانا اشوفها انها شوية ضيع اللاعب او شوية ممكن تخليك اكتوه بهذه الابغريد سلبية اخرى او سلبية ثانية بتكلم عنها هي جزء من القصة اذا لعبتها من قبل راح تشوف انه فيه اختلاف فيها راح يصدمك ويمكن ما تتقبله انا ما راح اقول لكم شنو لعبة واللعبة وراح تفهمون قصدي بالقصة هذا كان رأينا بشكل عام عن لعبة دوم اتيرنل شاركونا رأيكم تحت بقسم الكومنتات ولا تنسون نشر هذا الفيديو اشتركوا في القناة